السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيته ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعده اتكلمت معكم في آخر حلقتين حوالين العلامات اللي تدل بالفعل على أن الإنسان منه قلبه سليم والعلامات دي أنا دايما بقول هي العلامات التي إذا وجدت في قلب كان صاحب هذا القلب مؤهلا لدخول الجنة وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مجموعة من العلامات اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقتين وقولنا إن شاء الله إذا العامات دي كانت موجودة فينا دا 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 لا لا إن شاء الله بإذن الله أننا ماشيين في الطريق الصحيح اللي إن شاء الله بإذن الله يكون نهايته جنة عرضها السماوات والأرض النهاردة هنتكلم على علامات تدل على أن قلب الإنسان مريض وهو محتاج بالفعل أنه يراجع نفسه ويراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى وجود العلامات دي خطر كبير جدا لأن ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم على العلامات دي رتب عليها العقوبة في الدنيا ورتب عليها العقوبة في الأخرى علامات تدل على أن القلب مريض من البداية هو ممكن القلب يمرض؟ أيوة ممكن القلب يمرض وأمراض القلب كتير جدا ومتنوعة جدا وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من كل هذه الأنواع ربنا سبحانه وتعالى أكد لنا أن في كتير من الأوقات ممكن القلب يمرض كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وآيات على نفس الشاكلة كتير في القرآن بيأكد فيها ربنا سبحانه وتعالى خطورة أن القلب دي يكون مريض والمرض ده لما بينزل في القلب بيترطب عليه أفعال الأفعال دي والعياذ بالله بتخلي الإنسان يحيد عن الطريق الصحيح يوصل في النهاية لنار جهنم والعياذ بالله تعالوا من البداية نراجع كده ونشوف يا ترى إيه هي أهم العلامات التي تدل إن قلب الإنسان مريض وخدوا بالكم أنا بقول العلامات دي علشان نقول آه أنا عندي فعلا مشكلة طب نعالج إزاي العلامة الأولى أول علامة من علامات مرض القلب هو عدم الاعتبار يعني إيه عدم الاعتبار تحصل قدامه آيات كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الآيات دي علشان الإنسان ده يرجع ويتوب إلى الله عز وجل وللأسف قلبه مش قادر يقرأ العلامة دي مش قادر يقرأ الآية دي موت إنسان قريب جدا منه ومع ذلك هو مش قادر يقرأ إن موته ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه هو علشان يتوب ويرجع إنسان ماشي في طريق شاف حادث كبير جدا هو مش قادر يشوف إن الحادث ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه ربنا سبحانه وتعالى تكلم معنا عن أول علام من علامات مرض قلب الإنسان قال وهي إن القلب ده معتش مدرك مش شايف المرض ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى في القرآن عمى قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أول علام من علامات مرض القلب إن القلب أعمى عن رؤية آيات ربنا سبحانه وتعالى المرض ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذنب به أم من قبلنا فقال بل هم قوم عمون المرض ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن ومن كان فيه هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضله السبيلة أعمى هنا مش عمل عين أعمى هنا هو عمل قلب إن ربنا سبحانه وتعالى يبعط له آيات إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له آيات كثيرة جدا عشان يحاول الإنسان ده يرجع خطوطين وراء يتوب يرجع لربنا سبحانه وتعالى ولكن للأسف هو مش شايف أصلا إن دي آية من ربنا سبحانه وتعالى كانوا قاعدين مع بعض بشام ومخدرات مع بعض واحد منهم قلبه وقف وهبشى مخدرات ومات وهو معاهم ويريتهم كانت الآية دي سبب إن قلوبهم تشوف إن دي آية من ربنا سبحانه وتعالى ولكن للأسف خلص هم الصبح دفنوا صاحبهم وبالليل رجعوا لنفس الأعداد بتاعتهم أعداد المخدرات المشكلة فين؟ المشكلة إن القلب أعمى مش شايف إن دي آية ورسالة من ربنا سبحانه وتعالى لي حد صاحب بيقول لي أنا جالي تليفون إن أخوي عامل حدثة قوية جدا على ما روحت المكان علشان أشوف أخوي ففجأت إن فيتات أربع ربياط عاملين حوادث وجثث مرمية على الأرض متغطية بجرائض وناس ميتها ودماء وأشلاء وبيقول أنا قول ما شفت أخوي ميت للأسف واتقطع مش قادر أوصف لوالدي في التليفون المكان فين أنا فاقد الوعي تماما فاقد التركيز تماما فدت التليفون لواحد علشان يقول لوالدي إحنا فين بالضبط علشان يجي لنا قال لي سبحان الله اللي خد التليفون علشان يكلم والدي خد التليفون ومشى سرق التليفون هو الموت محركش فيك حاجة هي الدماء اللي في الأرض دي ما أثرتش فيك الجثث اللي فقدت حياتها في لحظة أنت مش واغد بالك أن دي رسالة لا 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 اللي يكون دي حاله اللي يكون دي حاله أن ربنا يبعط له آية كبيرة وهو لسه على المعصية آية كبيرة ولسه ما رجعش نفسه لحسب نفسه ده دلالة على أن قلبه أحمد وهو ده اللي يدلنا أن القلب عندنا فعلا فيه مشكلة الدكتور النهاردة إحني كان فيه حالة مرضية الحالة دي في المستشفى من المستشفى الحالة بتعاني في سكرات الموت الحالة بتموت وكانت الممرضة أهم حاجة عندها إزاي تقلعها الخاتم علشان تسرقه والحالة بتموت بتصارع الموت وبتشوف ملائكة نزلنا السماء علشان تقبض الروح والممرضة مش شايفة ده تماما ده دلالة ده دلالة واضحة أوي إن الإنسان ده قلبه فيه مشكلة ده دلالة إن الإنسان ده قلبه أعمى ده دلالة إن الإنسان ده لازم يقف ويوقن إن قلبه مريض ويشوف ويدور ويسأل أنا إزاي أعالج قلبي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن قال تعالى ولقد ذرقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها هنا ربنا بيوضح لنا نفس المرض بالزبط المرض بتاع القلب الأعمى ده هو أيام حدثت قدامه أحداث وأحوال وآيات ولكن هو للأسف مش قادر يفهم الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها له لا يفقهون بها وخد بالك يا ربنا بيقول لنا لو أنت تستشعر إن قلبك في المرض ده ومجرتش علشان تعالج المرض ده فدي علامة من علامات إن الإنسان ده يوم القيامة يكون من أهل النار اسمع مقدمة الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنسان إيه أهم العلامات اللي كانت موجودة تدل إن الإنسان ده من أهل النار أول علامة ربنا ذكرها لهم قلوب لا يفقهون بها ربنا سبحانه وتعالى ذكر نفس المرض ده قال تعالى واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معنا عن صنف آخر من البشر الصنف ده قلبه أصلا كان مريض كان إيه نوع المرض أو إيه علامة المرض إن القلب مغلف مش قادر يقرأ الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها له مش قادر يقرأ إن ربنا سبحانه وتعالى بعت له درس كبير جدا لازم تفهمه كويس لا لا هو أصلا مش فاهم هو في يوم القام راح جاب قرض ربوي ومن ساعة ما جابه قرض ربوي بيته فيه مشاكل تجارته مليانة خسائر جسمه مليانة أمراض أولاده قلوبهم اتمالت قسوة عليه ومع ذلك هو مش قادر يقرأ إن ده بسبب الربا وهو دلوقتي بيفكر في قرض ربوي تاني يا ابني يا ابني هو أنت مش شايف مش شايف كمية العقوبات اللي ربنا نزلها عليك بسبب القرض ربوي لا هو مش شايف ليه؟ هو مشكلة إن قلبه مريض فهو قلبه مش قادر يفهم الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها له كما قال الله عز وجل أيضا في آية أخرى وقالوا قلوبنا غلف قلوبنا متغلفة فاهم مش شايفين اتخيلوا في يوم الأهم أنا النهاردة جبت على عين كده وامت جاي مغلفها كده بورق اسود أنا هقدر أشوف ده حال القلب لما بيكون مريض هو مش قادر يشوف المرض ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه برضو في موطن أخر من موطن القرآن هو الطبع على القلب القلب الطبع عليه فهو مش قادر يفهم مش قادر يسمع هو قاعد يسمع الدرس وقاعد يسمع الخطبة بصم شواعي هو مش قادر يفهم القلب في مرض قال الله سبحانه وتعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال الله عز وجل وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تخيلوا لا فقه ولا علم ولا فهم ولا إدراك إيه اللي حصل للقلب القلب لما مرض ما عادش قادر يشوف ما عادش قادر يشوف كان زمان لو حد مات قدامه على طول يخاف ويترعب على طول يخاف ويترعب ويبدأ يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويستغفر ويندم النهاردة لا خلاص نظرا لأن القلب مرض فخلاص القلب فقد الإدراك تماما لا عاد القلب بيشوف ولا عاد القلب بيفقه ولا عاد القلب بيعلم ولا عاد القلب بيدرك فخلاص أصبح هذا الإنسان عايش وسط الناس يعني وهو لا يفهم أي رسالة من رسائل ربنا سبحانه وتعالى الموجهة له ودي العلامة الأولانية يا طرى هل العلامة دي موجودة عندنا هل يا طرى أنا لو حدث قدامي حدث عظيم جدا هل أنا أخدت العبرة هل أنا أخدت العظة واحد في يوم من الأيام ابتلي بكورونا وخلاص الأطباء كلهم بيقولوا أنه هو خلاص هيموت الرئة خلاص اتضمرت وهو في العناية المركزة وشاء الله سبحانه وتعالى أنه فعلا يخرجه الحية من الميت ربنا سبحانه وتعالى أحياه ربنا سبحانه وتعالى أكرم ومن عليه بالصحة طيب يا طرى هل يا طرى كان المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لك خل القلبي يشوف أنه كان بينه بين الموت لحظة هو ذات نفسه كان بيحكي يقول أنا فعلا كنت بدخل في حالات أنا بقول خلاص أنا هموت مش عارف تنفس أنا روحي بتطلع طب بعد ما ربنا شفاك بعد ما ربنا عفاك كان الوضع إيه لا 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 هو مش شايف أصلا هو أول ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء والعفية كانت النتيجة آم وكمل حياة المعصية مرة تانية إيه ده؟ ده باختصار مرض في القلب اسمه مرض العمى مرض عدم الإدراك عدم الفقه عدم العلم ما عادش القلب قادر أنه يقرأ الرسالة أو يفهم الرسالة فضلا أنه يعمل بهذه الرسالة مغني مشهور قوي مشهور قوي ابتولي بسرطان في الحنجرة تاب ورجع هو قدر هنا قلبه هنا قدر يفهم الرسالة كويس تاب ورجع وقرر أن يترك الأغاني أنه يبعد عن الطريق اللي كان بيبعده عن ربنا سبحانه وتعالى خلاص كويس طيب ربنا ما أنه عليه بالشفاء خلاص يبقى إذن أنا أصلى علاقتي أكتر مع ربنا شكري وحمد لله عز وجل يزدد أكتر وأكتر لا 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 هو أول ما ربنا شفاه للأسف القلب الأعمى خد قرار أنه لازم يرجع لطريق المعصية تاني طريق الشهرة بقى وطريق المعجبين والمعجبات والفولورز يا الله يا الله يا رب سلم يا رب فالعلامة الأولى هي عدم إدراك القلب للآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها له عدم إدراك القلب وفهم القلب للرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها له عدم إدراك القلب لهذه الآيات اللي كل يوم ربنا بيعتها له عشان يغض بقلبه إليه ولكن للأسف هو مش فاهم ولا قدر يدرك إن دي آيات ودي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى مش شايف العلامة التانية من العلامات اللي تدل بالفعل على إن القلب في مرض هو نفرة القلب عن طاعة الله عز وجل القلب عنده نفرة كده عن طاعة الله عز وجل مش عايز يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون قاعد قدام التلفزيون عمال يقلب القنوات قناة ولا قناة لا الشيخ قاعد بيكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى ولكن هو بمجرد ما سمع أو شاف حد بيذكر الناس بربنا عز وجل ألا بسرعة هو عنده استعداد يقعد قدام الأفلام بالعشر ساعات ولكن هو ما يتحملش أنه يقعد يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى عادي جدا أنه ممكن يروح مطش النادي وهو بيحبه يروح من عشر صبح والمطش الساعة عشر بالليل ويفضل قاعد طول اليوم في الشمس والتعب والعناء ده عشان يشوف ساعة أو ساعة ونص للفريق اللي بيحبه ولكن تعالى النهاردة قلوا فيه صلاة تراويح الصلاة كلها على بعضها مش هتاخد ساعة للربح هو ما يتحملهاش ودي من علامات مرض القلب هو يبقى قاعد في خطبة الجمعة قاعد مش مائز قوي لو الإمام زود عن عشر دقايق هو مش قادر يقعد هو مش طايق يسمع هو مش حابب الطاعة مش حابب العبادة هو حاسس دايما كده أنه يتقيل على قلبه يوم الإنسان يحس أن العبادة والطاعة والتذكير بالله عز وجل بقى تقيل قوي على القلب لا أنت محتاج تراجع نفسك لأن دي علامة من علامات مرض القلب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب في قلوب لما بتسمع عن ربنا سبحانه وتعالى بتشمأز هل الشمأزاز هنا معنى إيه بعض أهل العلم قال الشمأزاز هنا بمعنى الكره ده قول لبعض أهل التفسير بعضهم قال الشمأزاز هنا معنى النفرة هو مش عايز يسمع هو أول ما سمع الشيخ هو مش لازم شيخ هو مش طايق يسمع من زوجته أنه يتقوله إحنا لازم نصلي إحنا لازم نقرأ قرآن إحنا لازم نزبط علاقتنا مع ربنا عز وجل هو مش طايق ده هو ممكن يسيب لها البيت يوم ما زوجته بدأت تقوله إحنا حلنا مع ربنا مش كويس هو مش طايق صاحبه إلا قال له أنا جاي أنصحك والله لله أنا مش عاجبني حالك أنا عايزك تقرب من ربنا إذا الإنسان وجد في يوم من الأيام إن حاله كده لازم يلاجع نفسه لأن قلبه فيه مشكلة إشمأزة القلوب لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال بعض الناس أصحاب القلوب المريضة فقال ربنا تبارك وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة عارف في يوم من الأيام مجموعة من الحمر الحمير يعني بتشرب مثلا من مكان في مياه ومرة واحدة شافت أسد شوف النفرة بتاعتها فيه ناس كده فيه ناس كده هي مش طيقة تسمع من أعز الناس وأقرب الناس وأحب الناس لقلوبها هي مش طيقة تسمع منه حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى يعمل مشكلة كبيرة قوي مع زوجته ما تكلمنيش عن ربنا إنما إحنا لو عملين نتكلم عن فيلم أو نحكي مثلا في أي حاجة ما لهاش أي لازمة سبحان الله هتلاقي الإنسان ده قاعد ويسمع هو مستعد مثلا زوجته بتكلمه مثلا عن الناد الأهلي مستعد أنه يسمع مثلا عن الناد الأهلي ويتكلم عن الناد الأهلي بالعشر ساعات ما عندهش مشكلة إنما لو قلته في يوم من الأيام آخر مرة قرأته القرآن إمتى ممكن يعمل لها مشكلة ممكن في يوم من الأيام صاحبه اللي بيخرج معاه وبيتفسه معاه وبروحه ييجي طول ما إحنا بنتكلم في دونيتنا عادي جدا إنما تقوليش في يوم من الأيام تعالوا نصلي أول ما يسمع حد بيذكره بربنا سبحانه وتعالى قال بيش مئز هل بمعنى الكره ده وارد هل بمعنى النفرة فمش طاي يسمع أصلا وأول ما يسمع زوجته بس بتقوله حل مع ربنا يسيب لها القضاء ويخرج هل يش مئزاز هنا بمعنى النفرة ممكن هل يش مئزاز هنا بمعنى الاستجبار هل يش مئزاز هنا بمعنى تمعر الوجه الوجه بيتغير غضبا وضيقا وهما وغما مش عايز حد يكلمني عن ربنا سبحانه وتعالى آه وارد ممكن وارد وممكن خدت بالك ممكن فيها الأوقات يكون سواق مقرباص حد يقوله معلش الاستوانة دي فيها ما شاء الله شيخ صوته حلو قوي القرآن ممكن تشغلهنى بحد إذنك بقى انت هتعمل لي فيها شيخ هو ايه المطحة في مشكلة في القلب في مشكلة في القلب لما يجد الإنسان ان الطاعة بقى تقيلة كده ان التذكير بالله بقى صعب على نفس كده لا لازم ياخد باله ان المسألة مش سهلة ولا بسيطة ده القلب فيه مرض والعياذ بالله المرض ده ممكن يوصل بعد ذلك لعقوبات كبيرة جدا في الدنيا وعقوبات كبيرة جدا في الأخرى العلم رقم 3 من العلمات الواضحة قوي اللي تدل على القلب بالفعل ان القلب بالفعل فيه مرض هي قساوة في القلب وهقف معاك على المعنى ده ولكن اسمعوا كده لقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة اسمعوا لقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية واجعلنا قلوبهم قاسية اسمعوا لقول الله عز وجل ولكن قسط قلوبهم ايه ده آه ده ده علامة من علامات ان القلب فيه مشكلة قساوة بتصيب القلب القساوة دي آآ معناها ايه يعني آآ أهل العلم بيقولوا العلم الزجاج مثلا بيقول ثم قاسة قلوبكم بعد ذلك قال القساوة هي ذهاب اللين القساوة ذهاب الرحمة يا رب سلم يا رب آه كانت لسه أم من أمهاتنا بتشتكيلي قبل العيد مباشرة كانت معنا في الحج فبتقول لي يا ابني أنا ربنا ابتلاني بولد أنا قبل ما يجي ضربني بالألم متخيلين قساوة القلب وصلت لإيه بيدرب أمه بالألم علامة من أقوى العلمات اللي تدل على إن قلب الإنسان ده في مشكلة كنا في زيارة للمستشفيات أنا ومجموع من الشباب فمرين على شاب مش بنت حاول انتحرت 3-4 مرات عارفين ليه؟ عشان قساوة الأب الأب القاسي اللي بيدرب وبيشتم وبيهينه وعادي جدا أنه هو جوه البيت يضرب الأم زوجته يعني قدام الأولاد فالولد مش متحمل القساوة دي ثم قساوة قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة قلوب ما فيش فيها رحمة قلوب ما فيش فيها لين قلوب لا ترق الأحوال الناس هو شايف قدامه حد مريض احنا تخيلوا أنا في مرة خدت شاب معايا لوحد بيحتضر وشاف قدام عني لكم بيحتضر ده والعياذ بالله ربنا عافينه وإياكم بيموت على سوق خاتمة وإحنا أنا صممت أن أنا أغسل هذا الرجل والشاب ده معايا واخدت ودخلنا القبر ندفن هذا الرجل وكان دفن ده كان بعد ساطل عيشة وكنا بليل واخدته معايا جوه القبر وتخيلوا الشاب ده بعد ما يخرج قال له ها استفدت إيه من درس النهاردة يقول لي هو راجل كبير كان تعبان ومت يعني كان كان موقف الموت على سوق خاتمة هذا الرجل الذي مات عنا نذكروا بالله ولا يتذكر نقول له أقول لها الله ولا يرددها والراجل ده فضل ربنا يا ربي عافينه وإياكم يتكلم في المعصية اللي كان عايش عليها لحد ما مات هو بيتكلم برضو في المعصية واحد بيتغسل واحد الملائكة بتنزع روحه هو شايف ده قدام عينيه يدخل قبر ويدخل قبر بالليل ويدفن حد ويطلع طب لا 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 هو القلب قاسي هو القلب أصلا ربنا يا ربي عافينه وإياكم مثل هذه الأمور لا تحرك فيه شيء أصلا فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم أن في بعض الأوقات ممكن تكون من علامات مرض القلب هي القساوة اللي أصابت قلب هذا الإنسان فهو هذا القلب لا رحمة فيه لا لين فيه ما فيش فيه رحمة لحد أصلا ما فيش فيه رحمة لحد أصلا نسأل الله صلى الله عليه وإلي ما ببنعطيه المفسر بيقول ثم قسط قلوبكم بعد ذلك قال لا هي القساوة دي ممكن تكون آه زي ما فصلت الزجاج إن هي عبارة عن قساوة في التعامل بين البشر بعضهم وبعض ولكن فيه معنى آخر للقساوة قال وهو البعد عن الرقة عند الموعظة آه يعني ممكن تكون الآيات اللي كانت بتتقرأ في صلاة التراويح آيات تهز الجبال المسجد كله عمال يبكي ودواقف أصلا عمال يقول إيه شواة المرائين دول ملكش دعب المرائين ركز مع الآيات إيه يعني هو أقل إيه يعني عشان الناس تعيط كده ممكن يكون الدعاء اللي الشيخ بيقوله دعاء مزلزل ومع ذلك هو بالشيء أصلا هو إيه الوضع آه ده كلام الإمام ابن عطية رحمة الله عليه المفسر اللي ما بيقول إنه ممكن تكون القساوة اللي هي علامة من علامات مرض القلب هو البعد عن الرقة عند السماع من الموعظة سواء كانت الموعظة دي بقى آه تخيلوا أبوه بيموت بين إيديه وبيعاني عند الموت وألام شديدة جدا هقول لكم موقف أنا كنت فيه من فترة آه الموقف ده أنا كنت بشوف فيه حد كان مبتلى بمرض شديد جدا المرض ده خلاه طريح للفراش لفترة طويلة جدا ده أدى إلى إن جسمه من جوه ظهر كده من وراء القرح واكلة في الظهر لدرجة إن الدكتور بيقول أنا أنا عظم الظهر أنا شايفه بسبب القرح وولاده شايفين ده وعادي خالص عادي خالص ولا يتأثروا بده وقاعدين يتفرجوا على الأفلام وتفرجوا على مسلسلات ولا شغلهم حال الأب اللي جسمه بيقطع بسبب قرح الفراش وبسبب المرض وهو مصبي أصلا ده إيه ده قساوة طب هل يطرى الموعظة اللي قدام عينيكم دي دي موعظة حية مش موعظة مسموعة دي موعظة حية قدام عينيكم ما أثرتش فيكم لا هو فيه قساوة في القلب وده دلال على إن القلب فيه مشكلة المبني جارير رحمة الله عليه كان بيقول إن قسط قلوبكم هي القلوب المنزوع منها الرأفة القلوب المنزوع منها الرحمة زي مثلا واحد صاحب شركة وفيه عامل عنده أصيب بمرض وهو شغال هو شغال الماكنة كلت إيده وهو يعني شاف إيديه اتقطعت فأغمى عليه ووقع فاتنقل للمستشفى فمش ياخد يعني مش يتأثر بالمشهد ده صاحب الشغل يقول لا يكلم المحاسب اخصم له اليوم ده لإن اليوم ده ما اشتغلش فيه والله الموقف ده حقيقي اخصم له المحاسب يكلمه بيقول لي أنا شوف الراجل شغال والماكنة فعلا بطرت اليد والدماء والراجل شاف المنظر أغمى عليه راجل صاحب الإيديه تقطعت أغمى عليه وناس كلها بتجري وبدور على الإسعاف وشوف الدماء وشوف الإيد اللي مرمية في الأرض قال صاحب الشغل اللي شايف ده من الكاميرا رفع سلاحة هو ما اشتغلش النهار ده عشان اخصم له اليوم ده ده ايه اه هي ده بقى قساوة القلب هو ده القلب اللي نزعت منه الرأفة نزعت منه الرحمة إنسان لم يجد ده يعرف على طول إن فيه مشكلة في القلب ومحتاج يراجع نفسه لإن لو القلب فضل بهذه القساوة فصاحبه يكون ملعون في الدنيا ثم قسط قلوبهم من بعد ذلك قال الله عز وجل فبما نقضهم يثقهم لعناهم طب ليه لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية قلوبهم كانت قاسية فربنا لعنهم صلى الله سبحانه وتعالى السلام وبالتالي الإنسان منا لما يشوف الوضع بالصورة دي يراجع نفسه بسرعة ياخد باله ويبدأ يقول بقى لأ أنا عندي أنا عندي علامات تدل إن قلبي فيه مشكلة فأنا محتاج أراجع نفسي علشان ده خطر علي الأسف الوقت انتهى بسرعة نكمل الدرس الجاني إن شاء الله تبارك وتعالى إيه العلامات اللي تدل على إن القلب فيه مشكلة علشان نسعى لحلها إن شاء الله في الدروس القادمة هذا وصلى الله عليه المحمد وعلى آله وصحبه وصلاح